اهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد ونحن نتابع معنا هذه القصة الجميلة القصة المؤثرة قصة الكنيسة بحسب ما وردت في سفر الاعمال اعمال الرسل واحد من الاصفار التاريخية في الكتاب المقدس اللي بيحكي تاريخ الكنيسة الاولى في سنينها الاولى بهذا الزخم من الصمر المبارك المتكاسر لمجد الرب ستظل هذه الكنيسة صديق المشاهد النموذج والقدوة لنا في رحلة خدمتنا في هذه الحياة حديث النهاردة معاك حول شخص ليس له رسالة او سفر في الكتاب المقدس لكن ما ذكر عنه في سفر الاعمال يكشف لنا شخصية محبة للرب جدا وللاخرين كذلك لا نقرأ عظاته التي قدمها زي ما بنقرأ عظات بطرس وبولس في سفر الاعمال لكننا بنشوف التأثير المبارك لخدمته وعظاته لا نراه كثيرا في مكان القيادة لكنه دفع الكثيرين للامام لاماكن القيادة هذا هو برنابة برنابة القدوة والنموذج برنابة ابن الوعز ابن التشجيع عاش معنا اسمه هذا امام الله والناس هو يهود الاصل من صبت لاوي قبرص الجنسية اسمه الاول يوسف وضحك ليه اقارب في اورشاليم البعض بيعتبروا واحد من السبعين تلميذ اللي ارسلهم الرب للخدمة وبكده يكون عاش مع المسيح او على الاقل شاهد موته وقيمته وصعوده هناك من يقول انه عرف المسيح في يوم الخمسين على اي حال صار برنابة اسمه معروف وشخص مؤثر في تاريخ الكنيسة في سنينها الاولى كل مرة يأتي ذكره في التاريخ المقدس تجد مثال ونموذج يحتاذى به نحتاج اليوم ونحن نشكو للأسف من غياب القدوة على جميع الاصعضة نحتاج ان نتطلع الى برنابة كقدوة مصلين ان يخلق الرب كثيرين من برنابة في عالمنا وفي كنائسنا اليوم ارى اولا برنابة قدوة في العطاء نرى عنه في سفر الاعمال اصحاح اربعة واية حداشر هذا القول المقدس والكتاب اسكان له حقل باعه واتى بالدراهم ووضعها عند ارجل الرسل اعمال اربعة سبعة وثلاثين الكنيسة نمط روحيا وعدديا في وقت قصير وبسبب الاضطهاد البعض ترك وظائفه فكانت الكنيسة الحياب تهتم برعايتهم وربما بعد الخمسين بعد يوم الخمسين لم يرجع كل من جاءوا من خارج اورشاليم الى اوطانهم بسرعة لكن اقاموا في اورشاليم بعد معرفوا المسيح علشان التلمزة والتعلم والتعرف اكثر على تعليم الرسل وده ضاعف من مسئولية الكنيسة نحو هؤلاء وازاي تزديد احتياجاتهم هذه الاحتياجات دفعت اصحاب العقارات والبيوت لبعها وتقديم اسمنها للرسل للمشاركة في رعاية هؤلاء المحتاجين من هؤلاء الذين باعوا ذكر برنابة باسمه وليه ذكر هكذا هل لان حقله كان غالي السمن ام لانه لاوي فعاد الى قانون الشريعة ان اللاوي ليس له نصيف في الارض علشان كده بيرجح البعض ان حقل برنابة هذا كان في موطنه الاصلي ام ان برنابة بطبيعته كان سخي في عطاءه وكان قدوة للاخرين ادرك المبدأ اللي وضعه الرب مغبوط هو العطاء اكثر من الاغزة كان هذا الحقل بالتأكيد يمثل لبرنابة كنز على الارض لكنه قرر ان يكون كنزه في السماء وعاش ما علم به الرب نفسه لا تكنز لكم كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدى وحيث ينقب الصارقون ويسرقون بل اكنز لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدى وحيث لا ينقب صارقون ولا يسرقون لانه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا رأى برنابة ان الحياة على الارض هي فرصة للعطاء اكثر منها فرصة للاغزة عكس ما كتار بيتكلموا وبيفكروا الحياة على الارض فرصة للعطاء اكثر منها فرصة للاغزة وبدل ما يكون عند روح الطمع كان عند روح السخاء واللطف والشفقة على الاخرين حبائي مصرتنا تتحقق عندما نهتم ونخلق لانفسنا فرص للعطاء والخدمة ومساعدة وبركة الاخرين قال فرانسيس الاسيزي ما اجمل هذه الدنيا ان استطعتم ان تتخلصوا مما فيها من قيود وما قيودكم الا المال والمسكن والملبس تعالوا انظروا الاشياء الحقيقة في الحياة تعالوا وحيوا حياة الروح وانيروا كالشعلة وافيحوا كالزهرة وفيضوا كما يفيض المجرى المتدفق من الجبل حلوة هذا الاقتباس من فرانسيس الاسيزي واضح البشير لو اصد يقدم لينا برنامج برنابة كقدوة كنموزج ايجابي في العطاء والسخاء والامانة وبعده مباشرة قدم حنانية وسفيرة كنموزج سلبي في الرياء وعدم الامانة برنابة كان قدوة في العطاء كمان برنابة كان قدوة في صنع السلام في اصح تسعة من سفر الاعمال بنقر عن برنابة هذا القول المقدس اصح تسعة وآية ستة وعشرين الى تمانية وعشرين ولما جاء شاول الى اوروشاليم حاول ان يلتصق بالتلميذ وكان الجميع يخافونه غير مصدقين انه تلميذ فاخذه برنابة واحضره الى الرسل وحدسهم كيف افسر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع فكان معهم يدخل ويخرج في اوروشاليم ويجاهر باسم الرب يسوع حسب شاول نفسه وبعد اختباره في الطريق الى دمشق انه صار واحد من تلميذ المسيح فماذا يمنع انه هو يتعرف بيهم عن قرب ويعبد ويخدم الرب معهم لكن الحقيقة موقف المؤمنين في اوروشاليم كان مفاجئ لشاول ترددت الكنيسة في اوروشاليم في قبول شاول كان الجميع يخافونه ويمكن سمع المؤمنين في اوروشاليم باللي حدث معاه في الطريق الى دمشق لكن اخباره انقطعت على الاقل للمدة 3 سنوات الفترة اللي اضاها شاول في العربية يمكن دي زادت من شكوك الكنيسة من نحوه بسبب هذه العزلة وعاد من العربية الى دمشق ومنها الى اوروشاليم فهو بيدخل اوروشاليم مختلف تماما عن خروج منها صرت يوم ذهابوا الى دمشق ما ذالت عالقة في اذهان الكسيرين وهو رايح علشان يسوق الرجال والنساء موساقين الى السجون لكنه بيدخل اوروشاليم الان وهو حامل معاه رسالة الانجيل فكان في حالة من التردد وبدأت بالرفض في قبول شاول ضمن عيلة الكنيسة وهنا ظهر برنابة ليكون صانع السلام بين الطرفين يصالح حما معا ولا نعلم سر معرفة برنابة بشاول وازاي اخذوا احضروا الى الرسل بصفة خاصة الرسول يعقوب اخ الرب والرسول بطرس قضى معهم على الاقل اسبوعين في اوروشاليم وهكذا كما احتاج شاول لحنانيا علشان يقدموا للكنيسة في دمشق احتاج لبرنابة علشان يقدموا للكنيسة في اوروشاليم وحدثهم كيف ابصر الرب في الطريق وانه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع فبرنابة هنا قام بدور محوري جدا وكل ما عمله كان مبارك جدا لشاول وللكنيسة في اوروشاليم ولعمل الرب المستمر في موقف اخر كان برنابة ايضا صانع السلام يمكن حسب الظاهر البعض بيقول انه لم ينجح لكن اسبتة الايام صحت موقفه فاكريا لما في اعمال 15 كتب البشير لوقة عن هذا الموقف اللي فيه اختلف الرسول بولوس مع برنابة اعمال 15 والايات من 36 الى 39 ثم بعد ايام قال بولوس لبرنابة لنرجع ونفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم فاشار برنابة ان يأخذاء معهما ايضا يحنى الذي يدعى مرقس اما بولوس فكان يستحسن ان الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهم فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق عدهما الاخر وبرنابة اخذ مرقس وصافر في البحر الى قبرس هنا في اختلاف واضح بين بولوس وبرنابة برنابة رغبته ياخذ مرقس صحيح مرقس ابن اخته لكن عايز يدي له فرصة تانية لانه في الرحلة السابقة مرقس لم يكمل الرحلة مع بولوس وبقية الرفقاء ففي الرحلة التانية هنا برنابة طلب ياخذ مرقس معهم وبولوس رفض بولوس طريقته بيتعامل مع الموضوع بغض النظر عن الاشخاص لكن برنابة بيهمه جدا جدا الاشخاص ويبدو انه كان من الافضل انه برنابة ياخذ مرقس معه ويروح في طريق تبشيري اخر تحت قيانة برنابة لانه هو زي ما قلنا في البداية ابن التشجيع بولوس الجاد والحازم في مواقفه وبرنابة المشجع والمعدد حتى لصغار النفوس كشفت لينا الايام بعد كده ان برنابة كان على حق لانه مرقس اصبح فعال في خدمة الانجيل وسبب بركة لبولوس نفسه وبولوس شاهد بهذا في اكثر من موضع بعت لكنيسة كلوسي يقولهم في اصح اربعة وآية عشرة يسلم عليكم الاسترخص المأصور معي ومرقس ابن اخت برنابة الذي اخذتم لاجله وصايا ان اتى اليكم فاقبلوه وفي رسالة تيموساوس التانية اصح اربعة وآية حداشر كتب الرسول بولوس هذه الكلمات ودي كانت ايامه الاخيرة الحقيقة وهو في خدمته على الارض كتب وقال لوقة وحده معي يكتب بنتمساوس يقوله خذ ماركوس واحضره معك لانه نافع لي للخدمة وكده يبان لنا انه هذا الموقف موقف عدم رغبة بولوس في اخذ ماركوس معاه في الرحلة التانية لم يطرق اثر سلبي على برنابة ولا على بولوس لما اختلفوا مع بعض لكن شهد بولوس عنه كشريك معه في الخدمة فبولوس كان برنابة كان صانع سلام هو ايضا القدوة في تقديم الاخرين يقدم الاخرين حتى عن نفسه حتى عن نفسه في اعمال 11 لما ارسلته الكنيسة الاولى من اورشليم الى انطاكيا ماذا فعل هناك في اعمال 11 والايات من 23 الى 26 الذي لما اتى وراء نعمة الله فرحة ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب لانه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان فانضم الى الرب جمع غفير ثم خرج برنابة الى ترسوس ليطلب شاول ولما وجده جاء به الانطاكيا فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلماء جفعا غفيرا ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا نهضة عظيمة حدثت في انطاكيا استخدم الرب فيها رجال قبرصيون وقيروانيون بسبب هذه الاسماء المجهولة امن عدد كبير ورجعوا للرب ولما عرفت الكنيسة فرشاليم اختارت برنابة الرجل المناسب اللي هيشجع المؤمنين الجداد وجه وشعر في وقت من الاوقات انه محتاج لحد يساعده الخدمة اكبر منه فذهب واتى بشاول اللي هو بولس الرسول علشان ياخد مكان القيادة في الكنيسة في انطاكيا ويبقى برنابة من الخلف دايما بيقدم الاخرين ما احواجنا لهذا النموذج ما احواجنا لهذا المثل الخادم اللي بيقدم اخيه الخادم عنه مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة خلى قلبه تماما من روح المنافسة او الغيرة ويمكن السر في الفكر الاخيرة انه برنابة كان قدوة في الامتلاء قدوة في الامتلاء امتلاء بالروح الكدس طبعا في صح 11 برضو اي 24 نقرأ عن برنابة هذا القول كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح الكدس والايمان فانضم الى الرب جمع غفير حقيقة ملء برنابة مرتبطة بالكلام اللي قبل كده على طول لما رأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب لماذا لانه كان ممتلئ واشار البشير لواء ان امتلاءه كان من الروح القدس والايمان اما عن امتلاءه بالروح القدس فده بالتأكيد ترك تأثير في كل ما رأينا عنه الملء بالروح هو السر وراء عطاءه بسخاء ملء بالروح هو سر قوته ليكون صانع سلام ملء بالروح كذلك هو اللي دفعه يقدم الآخرين عن نفسه لم يكن الروح القدس بالنسبة لبرنابة شيء غامض والملء منه غير واضح بل ادرك ان الملء بالروح هو حضور المسيح الحي في حياته يملأ قلبه وفكره وإرادته بفكر المسيح عالم وعاش الملء بانه الخضوع الحقيقي لسيادة وقيادة الروح لحياته وخدمته وقراراته واتجاهات قلبه بسبب هذا الملء كان برنابة ومزال قدوة للكنيسة التي تحتاج اليوم لهذا الملء حبائي كان برنابة ممتلئا أيضا من الإيمان آمن بصدق موعيد الله كان بالتأكيد يؤمن بالحضور الدائم للروح القدس في كل نواحي الخدمة كان يؤمن بقوة الإنجيل اللي بيخلص كل من يؤمن كان يؤمن أن يسوع المسيح ينبغي أن يزيد وأنه هو ينقص كان يؤمن أن يسوع وهب حياته فليس بكثير أن يهب ثمن حقله لكنيسته ملء برنابة بالإيمان صديق المشاهد كان واضح في كل تحركات وأماكن خدمته نتيجة لهذا الملء انضم إلى الرب جمع غفير كان رابح جيد للنفوس مش بس بوعزه لكن من خلال ملء بالروح القدس كان مشجع ومعين لمؤمنين كثيرين وكان مساعد ومعدد لخدام آخرين نعم كان برنابة ومازال قدوة لنا في كل ما فعل مرة مرة تاني بقوله بصلي ان الرب يوجد برنابة كثيرين في اجتماعتنا وفي كنائسنا وما المانع ان تكون انت وتكون انت برنابة هذا شخص القدوة شخص المشجع الشخص اللي من خلاله بتوصل بركة لكثيرين والى لقاء جديد صديقي مع قصة الكنيسة كنيسة الاولى القصة المباركة في مثل هذا الوقت من الاسبوع القادم والرب معك اشتركوا في القناة